انت بقى انت اتولدت وكابتن حمادة فين بالضبط يعني كان مسافر اصبش عارف فين كان جيش بقى وبتاعه عند شغل انا اتولدت 16 اربعة 75 اه يعني انا مكتوب شات ميلاد عشر خمسة لخمسة وسبعين لان بابا كان مسافر وعبار ما جيت كتب شات ميلاد فانا محظوظ عندي عيد ميلادين دايما وبيحتفلوا بقى في العيد ميلادين يعني والدي والديت من انا صغير دايما في 16 اربعة يحتفلوا بيها وعشر خمسة لديه الاوبيش دايما فواحد حمل والتاني اطور اه يعني انت حمل انا حمل انا حمل بس فيه ناس كتير تقول ان انا طور بس انا حمل لا لا انت حمل معلش زي حرى زي الفل يعني اوظهما في ناس كتير في الحمل الكويس اه طبعا musya Allah عندنا احنا اسامي عظيمة اه عمر الشريعي كان حمل مثلا فيه ناس كتير قليل حجار حمل بس أنا فاكر فيه ناس أسامي بس أنا بأمينش بموضوع الحمل يباكلهم شباه بعض بصراحة الأبرواج دي أنا مليش فيها كل واحد حسب شخصيته وتكوينه طيب باتولدت كان هو مسافر لكن هو كان إيه مركزه كان بيلعب كان بطل كورة خاصة أنا اتولدت بعده بابا بطل كورة أشف أخوي هو اللي اتولده هو بيلعب أنا كان بابا بطل أنا اتولدت 75 بابا بطل 74 بس بقى حضرته بقى في نادي الزمالك وهو ده اللي خلاني أحب طبعا محب النادي بس أنت تبقي مرتبطة بابا بجأة أنا فاكت كنت بروح معا التمرين كان هو مسك مدير كورة في نادي الزمالك فكنت بروح بقى جيل اللي هو بتاع كابتن عدد المأمور وكابتن محمد صلاح وكابتن سعيد المنصور جيل اللي هو في التمينات في أول التمينات ده كنت بقى عندي خمس سنين أروح معا التمرين أنزل ألعب كده قبل المطشط فالفترة دي في دماغي متعلقة جدا جدا وبتقيت بقى يعني ماتش الزمالك في البدد فيه كهرباء يعني فيه حاجة ألأ يعني فوالدتي أساسا زمالك هي أكتر مننا وعصبية جدا في الزمالك فتقادي معا تبقي دائما متوتر يعني لازم نكسخصة كمان أن بابا كان في الكورة يعني وبعين بعد حضرت معا مجالس إدارات وعيشت الأجواب وانتخابات وهو مستني النتيجة والنادي فعشت معا الحاجات دي كلها فنادي زمالك في بيتنا من وإحنا من ورد كده يعني